اشتركوا في القناة يكون كما قبل يكون ثم برنامج كامل لحيئة ذكرى الخامسة هو فما برامج متعدة وهذا احسن فما حزب الوطنيين ديمقراطيين واحد عمل برنامج متاع اسبوع كامل فما هيئة الهيئة الوطنية المحامين عملت برنامج وعملت اليوم ندوة صحفية كانت ناشحة جدا ورايعة فما دار الثقافة جبل جلود شكري بالعيد عملت ثلاثة يام شعر كل ما تكتب شعر على شكري بالعيد وسيقع تجميعه في ديوان بالعربية والفرنسوية والاسبانية والعامية التونسية وتبنيت وزارت الثقافة مشكورة جدا ولوني ان شاء الله ما يجيش لعساك يقول مشكورة وزارت الثقافة تبنيت الأحياء الذكرى هذي وعمدت على عديد دور الثقافة في الجهات معنيها فما عليش مش موحدة من الأحياء واختيار أنا واحدة من الناس راني نحبذ برشا حاجات تصير نحبذ أنه الاختلاف السناء وأنه مؤسسة شكري بالعيد لمنهض العنف ما عملتش حتى أحياء ذكر عليش هذا الاختيار والله هي الأسباب عديدة على عكس ما يقولوا برشا ناس المؤسم ما عنده شي فلوس وأنا شخصيا معنيها عملت عام تأمل قاعدت خذيت ديستانس على كل ما قاعد يصير من جهة جاي بزوان حاجتي بش نفهم شوية اللي قاعد يصير توا فما برشا أوضاع ما هيش عاجبتني أساسا سياسية وخذيت ديستانس نحب بش نجم نواصل خذيت ديستانس بناتي في مرحلة حارجة بعض الشي اللي يلزمني نتلهي بيهم أكثر شوية دونك خذيت ديستانس متاع قرابة عام كامل فيه الغذب ولكن أيضا فيه أني نتلهي شوية ببنتي اللي مستحقين ليسر ونبرمج للقادم إن شاء الله مراجعات يعني اليوم يعني أي تنجم تقول مراجعات مراجعات تشوف شنو اللي سار شنو اللي عملنا شنو الإيجابي شنو السلبي غلطت شي أنا مع ناس فماشي شكون نغلطت معايا فماشي إمكانية معناها كل الإمكانيات نشوف فيها فما إسانسيال ما هو سياسي ما يشجعش بالكل معناها بيش تكون موجودة على الصحة السياسية وبيش تتكلم كما العادة وبيش تحكي كما العادة علي قاعد يصير لأنه معناها المستوى تدنى كثيرا الحق وأنا بصورة شكري بالعيد من هتدني هذي معذر معناها أنا أعتذر من كل السياسيين اللي قاعدين يدوروا في الصحة السياسية ولكن هو كذلك يعني شو تقصد؟ شو معناها المستوى تدنى؟ مستوى النقاش السياسي العام اللي موجود عنده أكثر من العام ما عادش ما عادش ما عادش نقاش سياسي معناها ياسر سبع ياسر أخلاقيات ياسر معناها نحشتي بحد نهبط عليه ترسينا من اللي يقعد وليل ونهار يضربوا فيه سوكيني ما الجدوى من هذي هذي ينفع مثلا المجتمع التونسي بشيفهم ويرتقي ويختار ولا بشي جي معاك ولا بشي جي معايا هذا تصدق شار مع كينتي من اليوم؟ لا لا ما صارش معايا ما صارش معايا أنا صار مع عديد الشخصيات الوطنية في البلاد صار مع عديد الأحزاب صار مع عديد طيارات اللي ولت معناها معاش فما نقاش سياسي معاش فما نقاش حول محاور سياسية واجتماعية واقتصادية معناها أنت بيك أنت عليك هاو إكس عملها وإكس خذي كرهب هاو إكس ما خذيش مش هذي حوارنا مش هذي حديثنا ومش هذي اللي يلزم يترح ومش هذي اللي يلزم يتقال عنا أولويات وصار معاكدتي متنجول صارت صارت عندي مدر أنا عمله لفيل معه هذا أكثر من الاتهامات أنا بش تجيوها مسألة الاتهامات اللي بسمة الخلفاوي أرمالت شكري بالعيد ومسألة كلام تقال والتوجيه الاتهامات وحتى من القرأة بتنرجع له بعد شوية الموضوع الزي لكن خلنا نخو شنو قعد في المشهد اليوم مريم بعد خمسة سنين من اغتيال شكري بالعيد شنو قعد في المشهد أو في البال هو المشهد قعد نهارت ستة فيفري يعني يتعاود يرجع السيناريو هو بدو كي أنك فيه ستة فيفري ألفين وطلطاش ناس تقف تحس أنه عودة إلى يوم ستة فيفري ألفين وطلطاش نفس الحزن نفس الألم نفس يعني كي أنه الحاد فصارت اليوم لكن باقي خمسة سنين راهو متعدد وما حسينا هم مش خطر تجي اليوم سمعت خمسة سنين خمسة سنين بضحكة ولعبة كيف ما يقولوا خمسة سنين خمسة سنين لكن المؤلم أكثر من كل شي أنه ما فهماش حاجة جديدة فماش حاجة يعني لنجم يبرد الناس لأنه هذي كيف ما يقولوا العمبيد الكل كيف ما يقولوا التوينس شكري بالعيد هو شهيد الوطن هو شهيد تونس هو أول شهيد سياسي أول اختيال سياسي يصير في تونس بعد الثورة قتل لي احنا بدينا نحكيه على انتقال ديمقراطي وجمهورية ثانية وديمقراطية وحريات وتفكير وقت اللي شكري بالعيد بدي يتكلم في المسائل اللي تمس واللي توجع قتل لي شكري بالعيد دي ما تقعد في مخي الشهيد شكري بالعيد في قناة من القنوات اللي نقوله احنا ونسمعه طالما انه ينتمي الى اليسار الراديكالي لكن الناس ما تعرفش انه ما هوش راديكالي شكري بالعيد قال اياكم والانجرار الى مربع العنف يعني العنف منبوذ نظرة جديدة سياسية لليسار ما هوش اليسار الراديكالي هذا يسار جديد محدث خرج به شهيد شكري بالعيد ومشي وانخرط في عمل سياسي رافض انه يكون زعيم وما تناقشش في مسألة الزعامة يعني هذه خطوة مهمة جدا من مشكلتنا اليوم تقول المشهد السياسي ملوث وخايب كان الناس كل تشوفي روحة زعاماء هذه المشكلة لكن وينهم اللي بالحق زعاماء ومفكرين ويخموا ويقول لك انا اليوم ما يهمنيش المهم انه مشروع مجتمعي مشروع سياسي ديمقراطي اجتماعي ينجح كون انا زعيم ولا مش زعيم هذا لا يهم نقولوا ما نحبوش العنف والعنف يخدم القوى الرجعية وما يخدمناش هذا هم جدا كانت كلمات حكينا على التدوين والذاكرة مهم جدا فما كلمات انها تدون انه العركة كانت عركة لا تختلف على معركة الحلاج وابن رشد العركة كانت دخلة في المنظومة وفككها فهم اللعبة وفهم وقتها شنو اللي يلزم شنو اللي ما يلزمش العركة كانت عركة مشروع ضد مشروع كانت عركة تكفير وتخنى في مناخ التكفير واللي مش نحكيه وعليهم بعد هو ما ليس إلا مش نحكيه على الحملات والتشويه وكل ما مش نحكيه وعليه ليس إلا وجه من أوجه الإرهاب المعنوي والإرهاب بصفة عامة افتتحت مرحلة الإرهاب في تونس الحقيقي باغتيال الشهيد شكري بالعيد بعد أن تم اغتياله معنويا ولازلنا إلى اليوم نشهد مراحل أخرى من الاغتيال وهو ميت شكري بالعيد بش نذكروا أيضا بأطوار القضية وينوصلت هذا تقرير هاج رجلاسي ثم رجعين جاءوا من جميع أشخاص فيهم شكوين اللي نعرف هم فيهم صور وهدوني بالقتل أمام المحامين أمام المحكم النساء ذوما مربوط بهم العنف هما في أزمة خانق الآن وبشيزيد العنف معاهم لأنهم بقدر ما يعيشوا حالة العزلة السياسية والتقلص الشعبي خمسة سنين تمر على حادثة اغتيال الشهيد المعارض اليساري الشكري بالعيد وعديدها هي لسألة اللي ما زالت لليوم تبحث عن الأجوبة وكل ذكرى لاختيال الشهيد السؤال السياسي الشعبي شكون اقتل بالعيد يكون محل سجال تونسي عاما الصابع التيهم كانت وما زالت موجهة ذات حركة النهضة وينقال اليوم القيادي بحزب الجبهة الشعبية والأمين العام حزب الوطنيين الديمقراطيين زياد الأخضر بأنهم مصمين في مواصل التوجيه الاتهام الاخلاقي والسياسي للحركة احنا مصممين على مواصل التوجيه هذا الاتهام لهذه الحركة ومتمسكين بحقنا في كشف الحقيقة ومتمسكين باش هالملف هدايا يجد طريقه الى محاكمة عادلة يتحمل فيها كل من اقترفها جورمان قاضية الاختيال اخذت عديد الأبعاد وبثت شكوك مختلفة من جهة صمت وزارة الداخلية على التهديدات اللي كانت عرضلها الشاهد بالعيد ومن جهة اخرى لاتهمت الموجهة لها من قبل اللجنة حقوقية مثلت خاصة في ظلوع الداخلية في اخفاء التقرير الباليستي بوجود داخلها ايدي خفية لطمس الحقيقة حسب تعبيرها هائة الدفاع عن الشهيد بالعيد هي زادة كشفة اليوم طواطئ قيادات أمنية في تهريب المكنب وعياضة المشتبه بي في عملية الاختيال وعدم تثبيت التهم في استنطاق عدد من الأمنيين والأمر نفسه بالنسبة للمتهم كامل القذقابي موقف النيابة العمومية باعتبارها لم تكن في صف الضحية بل كانت في صف المتهمين عندما امتنعت عن السئناف قرار دات الاتهام وقت الزر قرار داتهام لفائدتنا عقبته بلغ لعلمنا أنه تم السنطاق عديد القيادات الأمنية وشايف ثابت أنه تم تهريب أبو عياض من بقرار منصولة أمنية منعرش إلى أي درجة عليا قد تسلوه تشد وتسايد النيابة العمومية في تونس كانت محل شك من قبل هيئة الدفاع عن شكري بالعيد واللي تهمتها بعدم الحياد محاولتها تشتيت ملفات الاختيالات على العديد من مكاتب التحقيق وامتنع توجيه الاتهام للبعض المشاركين في عملية الاختيال المصولة نيابة العمومية أيضا عندما شتت الملفات الاختيالات على عديد مكاتب التحقيق مما عسر علينا الوصول الحقيقي ومما اضطرنا أيضا إلى محاولة تجميع الملفات لتركيب الصورة البوزل بشوية بشوية أيضا الإخلالات في عدم توجيه الاتهام إلى بعض المشاركين في الاختيال مما اضطرنا إلى تقديم قضية جزائية وإدارية ضد قاضي تحقيق 13 السابق والذي تم الترقيات وثرة ذلك إلى وكيل الجمهورية مصار قضاء متشعب وملف مفكك والحقيقة ما زالت لليوم مخفية وشكون اقتل بالعيدة سؤال يتوسع ويطال رئيس الجمهورية ليصبح مطالب الإفاة بالتزام الانتخاب بكشف خفايا الاختيال وملابساته تعرفوا شكون اقتل ليه بنا عرفو شكري بالعيد فقط بتنفيذ الانقلاط نقول هنا مسؤولية تحملها البجقة استوفات الذكرى الخامسة لاختيال الشهيد شكري بالعيد جميع مراحل التقاضي في الملف على المستوى المحلي قبل التوجه للتدويل ويبقى سؤال مطروح وقتاش ملف الشهيد بالعيد ديران نور ويكشف الحقيقة الكيم لو يتم مقاضات كل الظلعين والمتهمين في القضية جلسي على هذا التقرير بشنا ندخلوا في ملف القضية منذ المسمى بالعيد ما الجديد في ملف القضية شكري بالعيد اليوم بعد خمس سنوات بهي عنا خمس سنوات احنا من يبدأ تحقيق منذ اليوم الأول وكما ديما نشرح ويشرح خاصة بإطناب لأستاذ عالي كلثوم أنه منذ اليوم الأول ظهرة الإخلالات منذ اليوم الأول بدأوا زود تحقيقات تحقيق من أريانا وتحقيق من تونس إخلال إجرائي فاضح وبدأنا في سلسلة التحقيق الذي قام بكل ما يلزم لإخفاء الحقيقة معناها عنا دواء خمس سنين فما عديد 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 المؤشرات وعديد الوقاء وعديد المؤيدات اللي كانت موجودة واللي مشيت بمفعول الزمن واللي سيد حكم التحقيق 13 ما قامش بالبحث فيها وتعددناها سالة الرياضة قاعة الرياضة اللي كان فيها القذقاذي هيت نعدوها بش لابت تعرف تتذكر شنو بالضبط والأخطاء الإجرائية من نهار الأوليني معناتها التحقيق أول حاجة ما قامش بالمعاينة كما يجب المعاينة الميدانية هذيك قام بها بأشباه متهمي المتهمين وقتها همش مجددين الخامسة الأوليني وهما هذوا مجموعه وعملوا بها حاجة شبال المعاينة اللي هو ما عنده حتى معنى في القانون ولا في الإجرائيات يعني قصدك المعاينة أو يعاد تمثيل الجنين يصير المتهم الرئيسي أو من أطلق النار ما فهميش وقتها جابوا وزوز من الناس شدوهم بصفة معنى عندهم أعمال ثانوية في الميل ما فهم حتى حد مننا نحن بيانسور ما فهميش حتى حد من هيئة الدفاع معنى كل الإجرائيات توقع الإخلال بها قدمنا بشوية بشوية بديت أكثر بش نحوصلك معنى أكثر المحطات أكثر المحطات الاختبار الباليستي اللي قعد خمسة شهر وهو مخبينه ونحن كنا نقوله معنى نعمله في الندوات كهيئة الدفاع نعمله في الندوات ونقوله وراه مخبينه في أدراج وزارة الداخلية واتضح بعد سنة وأكثر من السنة أنه هو مخبي في أدراج وزارة الداخلية وأيضا مخبي عن سيد حاكم تحقيق لمدة خمسة شهر وهو كان في اللول ما كناش فهمين كنا نقوله وعليش التحقيق بش يخبي معنى اختبار باليستي لمدة خمسة شهر لكنه تبين أنه خبيه ربحا للوقت لأنه نعرفه في القانون فما 12 شهر 14 شهر بعدها مش ممكن إيقاف المتهمين وبعدها مباشرة إذا ما تنجمش توقفهم على ذم التحقيق يلزم تطلق سراحهم وكان هذيك يبدو أنه كانت هذيك غايته بعد 14 شهر نربح منهم خمسة شهر وحن نستنى في الاختبار الباليستي وفي انتظار التعليق عليه من بعد في انتظار لكن النقاش اللي صار هل أنه اللي قال الاختبار الباليستي اللي قال النوعية الكرتوش ونوعية السلاح الذي يضرب وقلنا نحن أنه نوعية السلاح هذه موجودة عند وزارة الداخلية وأنكرت وزارة الداخلية وقالت مش موجود وكل جدل اللي صار ذلك الكل والعقيمة اللي ما ما عنده حتى معنا لأنه معناها ملكية وزارة الداخلية الاصلاح هذه ثابتة بمحاضر قانونية رغم ذلك السيد حكم التحقيق ما ياخذ حتى شيء ماكي الجدل اللي صار حتى شيء معناها خمسة شهر ضيعة عامنا هكيكة يوميا الممارسيته ما يمشيش ما يبحثش تقرأ المحاضر وهذا علشه أن اللوم على بعض القوضات اللي يتشنجوا في فترة معينة ما قرأوش الملاك ما قرأوش المحاضر تقرأ محضر واحد تفهم أنه الأبحاث غير جدية ونجب نعطيك مئات الأمثلة وأهمهم ديما اللي نستشهد به ديما أنه أحد المتهمين وقت اللي يسأل فيه سيد حكم التحقيق يقوله كيفاش بديت يعني يقوله أنا راني كنت مكلف بالمراقبة يقوله كيفاش بديت المراقبة متاعك يقوله أنا بديت المراقبة متاعي من مكتب شكري بالعيد مكتبه اللي يخدم فيه متاع المحامات يقوله ويقوله من بعد قعدنا شهر الرقب فيه في المكتب وبعد عرفت الدار وبدير الرقب فيه في الدار في حين أنه قبل لغتيال بعام ونص شكري بالعيد ما عندوش مكتبه ما يمارس شمانته في مكتبه معنى يستقبل الحرفين متاعه يستقبلهم في مكتبه ودايور نهارتها نهار الاربعة 6 فيفري 2013 خارج الصباح خذي من عندي مفتاح البيرون متاعه الخطر عنده مراهجة ملكيف بشي حارفة بشي يقابلها وبشي يخذ لها ميلفها لأنه بين الظفرين المدة الإخرانية ما عادش قادر حتى فينانسيار ما ما عادش قادر يوفق ما بين المصاريف السياسية وما بين مصاريف المكتب فمعنيها خلهم أوراقه وميلفاته كل عندي أنا في وسط العاصمة سيد حكم تحقيق يسمع الحكاية هذه ولا يسألوا حتى سؤال أعطيني عنوان المكتب ما يقولوش شنوع عنوان المكتب وين بديت عاعتيني 43 نهج كذي ما يعني ما يسألوش وما يتبعش بعضو انتي كي ما تسألوش على العنوان كي ما يسألوش قداش تقعد من ساعة شافك شي حد فطن شي بي معنيها انتي تحقيق واحد يقول لك كلمة وانتي تبني عليها وتعملها استتباعاتها المنطقية الكل وتسأل عليها شيء غيان ديوتو سيد حكم التحقيق هالزينيل وما يفي مشيل وعميد المحامين وقتها قال وراني مراقب سيد العميد نطلب منك باش تشوف مع وزارة الداخلية المسألة هذي العميد يرسل علي العريث بالكتابة ويقول وراه شكري بالعيد يعتبر ويحس في روحهم مراقب ورانا احنا كهيئة المحامين نطلبوا حماية زميلنا ورانا نطلبوا انك تشوف لنا شنية حكاية المراقبة هذي منين جاي انتو ما جهاز امني جهاز مخابراتي جهاز اشنو اللي جهاز هذي اللي يرقب فيه بريسك بريسك بش يقول وراهي اوهام راو ما فاماش منه ورانا تأكدنا وبحثنا ولقينا انه ما فاما حتى حد يرقب فيه شكري بالعيد معني يقول لك بريسك بش يقول وراهي اوهام وين كتابة الموجودة موجودة طبعا موجودة عند عميد المحامين عند سيشوكيت بيبو حتينيه نحنا وموجودة عند حاكم التحقيق وهذا الكل وقت اللي في حالة استثنائية عاية حاكم التحقيق لعلية عريض بعد ما عملنا وقفت ووقفت احتجاجية ومطالب وتقارير وابعثنا وكلمنا وليجان دولية وليتحب أنت باش عاية له سمعه كشاهد ومسألهوش عالواقعة هذاء شنو سؤال يسألهوه ونتحدى اي حاد يجيب لي محضر اخر شنو معلوماتك على اغتيال شكري بالعيد قال له الاخر انا وزير داخلي وراهو فما اعوان قاعدين يقوموا والله لا عندي حتى فكرة ما عرفت انتي عادش بقبرة خمسة ملايين خرجوا للشارع مسألين دوتو ما هيش مسألة مهمة باش يتلهابها وزير الداخلي قال له انا موالله ما عندي حتى فكرة رانيهوكا فما الأعوان لاهم بها وهكذا دوليك وتجي ناس تحكي اي حكاية يخذ يدون ما فما حتى سينو جيم في المحاضر الى حد اليوم ثم علش اصريته على انه يقع الاستماعي علي عريض في هذه القضية لانه احنا نعتبره احد المتهمين لانه وجهنا له الاتهام لانه اولا بصفة وزير الداخلية ما قامش بحماية شكري بالعيد لانه قبل الاغتيال شكري بالعيد قام بشكاية ضده شكاية به قدم شكاية ضده في انه ما قامش بدوره في حمايته في مناسبات عدة وعلى رأسها وقت الي قدم وقت الي قضية بيرسي بوليس في المحكمة وقت الي رهم قرب 300 السلفي وعنصر من النهضة اللي دخلوا معناها في المحكمة وخرج المحكمة وكان استعراض الى حد ما تلاثة متعالعشين وما فهم حتى عاون امن معناها جاي بش يحمي شكري حماو المحامين حميني نحنا دورنا به فهمتني وكانت التهديدات بالفعل اللي قال عليها هو في الوحدة في الكونفيرانس توا اللي عاديتوها يغزرنا معناها يغزرونا يطلعوا في بعضهم فوق على كتافهم ويغزروا يعمل هاك معناها بش نقتلوك فهمتني ورغم ذاك كانت فما تعليمات واضحة للاعوان الأمن بش ما يتواجدوش وبش ما يحميوش يعني 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 وراؤوا الملف في مدين في محكمة مدين ورانا حقنا مشي وجابوا له تصاور معناها ديار محروقة ومتاع أراضي حاولوا يفكوها لهم اكستيرا الله أعلم هل أنه ما هو داخل في الحكاية مش داخل في الحكاية ينتم أتهامكم علي العريض بالتحريض بشنو سبرة التهم الموجن سمحني فما جانب فما علاقة ما بينه هذا وهذا لأنه أنا نقول لك شخص أنا شاكي به من بعدين أنا وقع أختيالي ما تشوكش فيها شخص شاكي به هنا في عديد المناسبات ما تشوكش فيها أول حاجة تمشي تشوك في الشخص هذيك تقول هات نسمعه مش نسمعه وراؤوا شنو معلوماتك لا لا نقوله في السنطقات وفي السماعات قالوا لي قالوا لي شاكي بيك شكري بالعيد على كذا وشاكي بيك شكري بالعيد على كذا هذا صحيح هل أنه فما عداوة بينك وبين الشخص وعديد الناس معناها معناها حتى علاقة بالحزب موجودين معناها حتى بوليس زوز بوليسية ان سيفيل بكرهباء سيفيل وقفوا قدام الدار الثقافة وقالوا معناها والله قتلوا أنا محامية رانا ما نجموش احنا نضربوهم يفضلك هذوم ها عوما اللي يضربو فينا هكترا فيهم قالوا والله ما نعرفوهمش جاونا من دراملين ما نعرفوهمش قطوا عليه الامن المستنسي شد اللي يعرفهمه فما تعليمات على انه ما يتمش حماية شكري بالعيد ها نوصلنا بعدها المحاق البرهامي ربي يرحمه اللي فما واثيقة قالت راهو بشيقع اغتياله وحذرت وحميوه وما حميهش علي العريد هذي يا شخص ما حمي سي علي العريد ما يتسمعش وما يتسمعش بالقداء وما يتسمعش بتريقة موضوعية وما يتسمعش كمتهم وما يتسمعش عليش عليش لماذا معناها فما معطيات واقعية تدعو الى انك تسمعو عليش انتي لو كان ما عندك شي وانتي بري وانا من اول نهار قلت راني مفتوحة الكل النتائج عن البحث حتى كان يطلع انا هاتنا بحثو برك كان انتي ما عندك شي عليش ما تبحثوش عليش كل هالغسرة بش ما يتبحثش علي العريد وما يتبحثش درشكون وما يتبحثش الاخر ومتاع الجرزيس ما نجيبوهش وهذا والشخص هذيك وكل رموز وأقطاب النهضة ما يتمسوش لا من بعيد ولا من قريب وكل ما يتجبد حد فيه محضر يقعد تنحيته عليش عليش كانك انتي ما عندك حتى شي الويه تعمل في هذا الكل عليش النهضة بالذات اللي تعمل عليش زيدي والنهضة والشرفي ودرشكون اعتباع النهضة علماء النهضة عليش هما هلي يعملوا الفيلم الجزيرة ويحاولوا وجهة يحاولوا وجهة الرأي العام ويعطيهم حتى شي فمشكية قدمناها بالجزيرة وبالأشخاص هذو ما شخص شخص اللي قاموا بالمونتاج وكل كلك اللي في الجينيريك حتى ولا عيتونا ولا سمعونا ولا معنى سمعونا أول مرة كي هزينا الشكية في العوين أنا والحاج سالح بو شكري وفقت إلى حد اللحظة حتى شي مزيق يعني تلك بعد خمس سنوات مدام بس ما تراو أنه القضاء مقصر في البحث أولا ساعة في بسألة البحث وتحقيق رغم أنه وزاعة الداخلية خرجت مثلا وقالت أنه اليوم المتهم الرئيسي والضالع الرئيسي كان نقول لك القضاء مقصر يكون فيما أشحاف علش لأنه فيما دائرة لتهم التي تبقت القانون ومشكورة والتي عملت سابقة قانونية لأنه فيما محكمة التعقيب التي خرجت قرار محترمه وتبقت فيه القانون ومش لأني معانا لأنها تبقت فيه القانون ولكن كما قال قبيلة الأستاذ نزار السنوزي فيما النيابة العمومية التي لم تكن لموضحها الطبيعي هي مع الضحية ما كانتش مع الضحية منذ البداية لكن مؤخرا استفت إلى جانب الضحية وقدم الطلبات معقولة جدا وثيرية جدا لسيد حاكم التحقيق بشيء استكمل الأبحاث فيها كان عنا زوز مواقف بتاع النيابة العمومية اللي عمرها ما جزقت النيابة العمومية في حتى ملف كنا نشاهده في حوية إجرائية معانيا خارقة للعادة غير معقولة وكنا نقوله وراه معانيا السيد حاكم تحقيق هذية يلزموا نهار منهارات يتعاقب ويلزموا نهار منهارات يوجازة مش خيرا كما جوز بوكالة الجمهورية يلزموا نهار منهارات يتحاسب على اللي عملوا في ملف الشهيد شكرا في نفس الوقت الداخلية والعمل اللي تقوم بالداخلية تقولك نحنا أعطيجمنا المتهم الرئيسي والسيد اللي أطلقنا نحكي والقذقذ اليوم مش كافي لعائلة الشهيد اليوم من أطلق النار من كان الظلع الرئيسي نجاوبك بسؤال هل أنه معقول أنه بعد ثلاثة سنين ونص أربع سنين نعرف أنه المسدس اللي قالوا لولين يلقيناه ما يطلعش المسدس اللي تمت بيه عملية الاغتياء وأنه فما مسدس يقول البلعزي أنه هزوه هو وساحبه ورميوه في البحر بعد قرابة الأربع سنين هل هذا معقول هذية هو يقال أنه نفس المسدس اللي تم اختيال به شهيد محمد البرهن ويقال أنه هذا الداخلية كله يقال هذا الداخلية مصدر رسمي هذية وقتاش مصدر رسمي وقتاش بعد معنيها أربع سنين من المصدر الرسمي الأول اللي قال راه المسدس موجود وراه الكرتوش كذا وراه تم اختيال بمسدس من نوع كذا معنيها معطيات مخالفة تماما نحب نقول لك نحب نقول لك أنه أحنا كنا نلقا معطيات جديدة راه حاجة باهية معنيها راهنا قاعدين نقدموا في البحث معنيها راه فما تجم تكون فما أبحاث جديد والبحث هذية راه القيناها زملاء المحامين راه هيئة الدفاع ما لقاش التحقيق لأنه التحقيق ما يمشيش يجبد الملفات الأخرى ويقرها أكثر من هذيك معنيها إحنا مؤخرا معنيها في حديث مع حاكم التحقيق الثاني اللي وقع تعيينه وتكليفه بالملف يقول يا أخي أنا بجدتكم تحكيوا تحبوني أنا نقرأ ثناش نبوات درشيف والله هيرانية اللي غالب مخلطش نقرأ متى تحقيق يحقق في موضوع لو اختير برشا اللي نقول فيه فباباناليزيسي تركلا معنيها حاكم تحقيق عنده مهمة أنه يكمل الأعمال الناقصة في ملف اغتيال سياسي لأنه وقع ملاحظة أنه أعمال ناقصة وغير مغير كاملة يقول لك بصريح العبارة راني ما قريتش لفناش وبجدك تحكي تحبني نقرأ ثناش بوات درشيف القضاءات يقول لك مسئلة موضوعية هذا تشبه الخيال بس ما يقول لك القضاءات مسئلة موضوعية لأنه لم يفرد هذا الملف ملف الاغتيالات بقضاء لماذا لم يفرد هذه مسألة مش أنج مجموك عليها لماذا لم يفرد لا لا مش ليس محكمة خاصة مطلبنيش محكمة خاصة بسألت إرادة حاكم تحقيق فالقاضي اليوم مفروض يكون عنده اهتمام بالقضية هذه وبالقضيات الاغتيال وحدها ميكونش عنده ترك ومتا قضايا أخرى والله يشوف كما فم عديد القضاءات النزاهي اللي خرجوا أحكام جدية في علاقة بملف شكري بالعيد وغير ملف شكري بالعيد لأنه هنا نشوفه حتى في شوها دي 14-17 معناها فم عديد القضايا اللي خرجت معناها خرجت فيها النور شوية فم بعض القضايا اللي تخرج فيها معناها قرارات جدية وموزونة وبالحق معناها فيها قانون كما عملوا القضاءات هذوما ماذا بينا نشوفه بقيت قضاء القضاءات اللي خرجوا أشرنيع على بسمها خلفيبي بالعيد وبدايوا معناها بكل جوارحهم يدفوا على مشروع مش مشروعهم كانوا ينجموا يطالبوا وزارة العدل ويطالبوا هيئة القضاء إياه أنها تعمل استثناء وتخصص ستاف متاع قضاءات تحقيق للقضيتين فقط بالنسبة لديت سامحني بربي بالنسبة لديت التي هم قد أنه فهم حاجات جديدة مهمة جدا شنوى الطلبات الجديدة لديت ملف القضية والله يجب بارح هما هما أحنا مؤخرا تعرف أن سكل الملف مزيل مشتت زوز أجزاء فهم جوز أمام القضاء الجالس معناها قدام المحكمة وكأنه حاضر بشي تحكم فيه بغادوكس المون عنا ملف مزيل عند التحقيق كملوا سيد حكم التحقيق بطريقة اللي نحكي لكم عليها أولي فهموا برج حويج معاش مش نخلطوا لكن فهم حويج النجم وكاننا بحثوها النجم ندركوها ونخلتوا عليها كمل عمل ختم البحث مشيل دائرة الاتيهام دائرة الاتيهام أقرت أنه الأبحاث ناقصة بشكل جدي رجعتها في الأثناء وقع ترقيت حاكم التحقيق 13 وأصبح هو وكيل جمهورية تونس دونك بالضرورة جاء شخص ثاني ولا المسألة مش شخصية هل نحكيه مع مؤسسة ارجع على الملف المؤسسة التحقيق عاود سيد حاكم التحقيق عنده 17 نقطة جزء ما عليش نقولك موقف النيابة العمومية تحسن لأن النيابة العمومية أيضا قدمت طلبات من أجل استكمال أعمال تحذيرية وهذا جيد من أهمها سماعات جديدة من أهمها توجيه تهم اللي نحن طلبنيها مثلا ضد أعوان الأمن ضد مسؤولين أمنين مش أعوان الأمن كما وحيد توجيني كما محرز الزواري كما كما الاستماع وتوجيه تهم الاستماع العليل العرين كما الأسماء هذه اللي فينا المو معناها محمية غير قادرين أنهم يسمعوها بشكل جدي من أهمها اختبارات جديدة طلبتها معناتها المحكمة في علاقة بالسيارة في علاقة بال جملة ومن أهمها المطالب الجديدة الخرانية اللي قدمتها النيابة العمومية في علاقة بالمسدس الأخير هذية حابة معناها تعمل اختبارات جديدة في علاقة بالمسدس هذية لي ولأنه فما في السماعات الثانية للبلعزي والشخص الاخر اللي قالوا احنا هزينا الفرد هذية وعطيناه الشخص وطيشناه في البحر في السماع ثاني تراجعوا على سماعهم الأولين لكن فما تسجيلات للأشخاص هذوما دونك طلبت النيابة تقديم التسجيلات هذية اللي سامحها والتأكد من اعترافاتهم السابقة معناتها فما طلبات كونكرت طلبتها النيابة العمومية وطلبناها نحنا ومطلوب أنه يقوم بها لكن بما أنه سيتحكم تحقيق ثاني أيضا من 17 مطلب مع مال كانت لثة مطالب ومنهم المطلب رقم 17 أنه القيام بكل ما يلزم اللي معرفت الحقيقة معني أطلقت يده دائرة قتلوا أعمال اللي يلزم الكل لكنه هو اكتفى بثلاث أعمال ثلاث نقاط فقط ورجع الملف لدائرة الاتهام يبدو أنه دائرة الاتهام خافت شوية على الملف فقررت أنها تقوم هي بقية أعمال تحذيرية وهذا أيضا كان من مطالبنا هيئة الدفاع أنه دائرة الاتهام لأنه من اختصاصها 116 يعطيها الاختصاص أنها تسند لأحد أعضاء الدائرة أنها تقوم هي بالأعمال هذه التحذيرية وكان مطلبنا الأساسي أنه تخرج من يد مؤسسة حكم التحقيق وتقعد عن دائرة الاتهام وتعطي لأحد الأعضاء أنه يقوم هو لأنه نحن استشعرنا وحاسنا أن دائرة الاتهام على الأقل اطلعت على الملف تعرف حيثياته اخذت وقتها درسته إذن ممكن أنها تقدم وإحنا مزال عنا أمل في أن دائرة الاتهام تقوم ببقية الأعمال التحذيرية هذه وتعطينا حقائق جديدة وتتقدم بنا نحو معرفة الحقيقة بالفعل لأنه كما قلنا راهي تحكي كشف حقيقة الاغتيار مدام بسمة كان أحد النقاط أو أحد الوعود رئيس الجمهورية لما كان قبل ما زال في الحملة الانتخابية وعلى هذا الأساس أنت سندته اليوم وين وصلت هذه الوعود وعود رئيس الجمهورية أنا سندته على أساسين أنا سندته على أساسين الثنين الأساس لول هو التزام بالدفع نحو معرفة الحقيقة والأساس الثاني هو أنه معنيها أنا مواطنة تنسية عندي الحق مش نختار كان الصراع بينه وبين المرزوقي وبالنسبة لي معنيها المرزوقي كرئيس دولة كانت تجربته كرئيس دولة كانت معنيها كارثية على البلاد دونك سندته لأنه كان قبالة زادة المرزوقي وقلتها في عديد البلاتويت داير قلتها إيهنا وقالها توفيق بن بريك أسيخ دامهم قلنا أنه نختار حتى معنيها معاشكوم مش نتعارك ونختار معاشكوم مش نتسارع وكان خياري أنه ضد المرزوقي اليوم كان بين وعود وعود رئيس الجمهورية الرئيساء الثلاث أكثر منها كيك الرئيساء الثلاث التزموا بأنهم معنيها رئيس الحكومة رئيس الدولة رئيس البرلمان زيادة التزموا بأنهم قضية شهيد شكري بالعيد هي قضيتهم الشخصية وأنهم شقوموا بكل ما في وسعهم منذ التزموا عامين أكثر عامين أكثر شوية تخنف الثالث السنة الحقيقة ما شوفنا حتى شيء ما فما حتى شيء من التزام هذه ما فما حتى الدفع نحو معرفة الحقيقة أحنا سيخ تاما ما في لقاءات متعدة معناها ترقنا الفكرة أنه تتكون لجنة ما بين رئاسات ثلاث ما بين الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان لجنة محصورة العدد مش لازم برشا دي جوريست اللي يتابعوا القضية على الأقل يقراه 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 ما صارش من هذا الكل ما صارش يعني الوعد اللي يتجسل في حتى حاجة معطا نادي حتى لديزينياشون متاع زوز ثلاثة من الناس أربعة من الناس بش يتابعوا الملف ما تمتش ما صارش فقط كلام ما فام ما فام حتى تطور في المسألة فقط كلام ماديا مثل ما حتى التحرك ما فام حتى معني في الملف حد شيء ومعندوش حق الدخل كرياسة جمهورية هو كيف تجي كيف تجي تحكي في الموضوع يقول لك استقلالية القضاء ويقول لك رهو هذه سلطة منفصلة وهو صحيح وهو المطلوب وهو المطلوب أن يتكون السلطة القضائية سلطة قائمة وسيدة ذاتها لكن احنا ما نشيره في سلطة قضائية سيدة ذاتها وقت اللي تشوف سحب العمر يشدوه وسيبوه بعد أربع أيام معني سلطة قضائية قايمة بذاتها وسيدة ذاتها وسحبت قرارها سمحني إيه ما ندي شو تحبها اليوم تكرس هذا تكرس من قضاء أنه يكون لا لا هنا قاعدة نقول أنه احنا نحب سلطة قضائية تكرس سيدة ذاتية متاح وتكرس استقلاليتها وقت اللي اللي نشوفه فيه لا ينم عن استقلالي ما أنت على أي أساس صدقت وعد رئيس الجمهوري على أي أساس صدقت وعد رئيس الجمهوري بشأنه يقف على ما سألت اختيال شكري بالعيد هو يدفع فيه ويكون ثم كشف الحقيقة تشوف اختيال شكري بالعيد رهي جاري من الدولة والمؤسسات بعض مؤسسات الدولة متورتة فيها متورتة بمعنى التورث اليوم سوالي لك في هذا وقت اللي تجي رئيس دولة ويعترف أنه الاختيال مسألة اختيرة وأنه رأي الشخص هذية رمز من رموز البلاد ورأي الدولة باش تقوم وتدفع نحو معرفة الحقيقة معناها شنو تحبوني أنا نقص يدي السرق قبل ما يسرق نقولش هذا نجي نقول لا راهو مش صحيحة أنا كنت نعرف اللي في باريز تفاهمه ما نعرفش ما في باريز اليوم بعد ثلاث سنوات تقريب من هذا الوعات بعد ثلاث سنوات من هذا الوعات شفنا البلاد الكل كيفاش داخلها في حيط شفنا كيفاش هالتوافق هذية أدى إلى أزمات سياسية عديدة شفنا أنه التوافق مع حركة النهضة كيفاش أدى إلى تكسير أغلب الحزاب السياسية وشفنا أنه التوافق مع حركة النهضة أدى إلى أنه التعتيم الكلي على حقيقة الغتيال في قضية شهيد شكري بالعيد وأنه بالفعل فما عجز كلي تام أنه الناس تقدم نحن معرفة الحقيقة وشفنا أنه أحنا دوتوت لي فاسون أنا قلتها برشة مرات مع احترامي كل مؤسسات الدولة مهما كان الشخص اللي موجود فيها مؤسسات الدولة هي مؤسسات الدولة والدولة هي الدولة وهي الحامل وهي الضامن للحريات مهما كانت الوضعيات لأنه خلاف هذا راه الفوضى اللي تحب عليها النهضة مازل عندك ثقة في هذا الواد إذن الدولة بمؤسساتها مازلت متمسكة بأنها الدولة تنفذ التزاماتها ومازل عندك ثقة في هذا الواد إيجا نقول لك الثقة كيفاش الثقة كيفاش نجب تكون الثقة مازل عندك وعد ما عاش فما ثقة أحنا من أول نهار قلنا رانا معاملين على رواحنا ورانا بشوكوموا بالنضال من أجل معرفة الحقيقة وراه نضال ورانا مزلنا واقفين على الحقيقة هذية ورانا مزلنا واقفين على المطلب هذية معاملين على رواحنا لكن مزلنا مطالبين الدولة بأنها تحمل مسؤولياتها دور لي معاملين على رواحكم وحدكم كعائلة لأنه المشهد بعد خمس سنوات من اغتيال شكري بالعيد لا من إيش وحد من قسم خليني كمالك سؤالي مدى بسمة من إيش وحد اليوم أنت في ندوة صحفية في هيئة المحامين الجبهة الشعبية في ندوة صحفية وحدها عليه المشهد المقسم أنا جاوبك بكل وضوح ماذا بي؟ كل وضوح أنا عمري ما قلت إلا اللي مقتنعة به ونهارتلي تتضبب شوية نج بدروحي باش ما نقولش حاجة مش وابحة أنا في اختلاف مع الجبهة الشعبية حول طريق التعاطي الجبهة الشعبية وحزب الوطن الموحد مع ملف الشهيد شكري بالعيد بالنسبة لي أقل من شأن شكري بالعيد نهارتلي يلتقي يرتقي تعاطي الحزب والجبهة مع ملف الشهيد شكري بالعيد إلى المأمول اللي أنا الراه يلزم ويكون نهارتها نرجع معهم ونرجع معهم مش معنيها بالمعنى السياسي ما عاش نعمل السياسة بكل ولكن نرجع بالمعنى نعترف اللي هما قاعدين يعملوا في اللي يلزم نحن مختلفين في طريقة التعاطي ما نشك فيه معنيها حب نعرف فيش مقصرين في عديد الأشياء أنا بالنسبة لي الجبهة من المفروض طوى خمسة سنين راي خلقة معنيها حركية في تونس وراه في كل حكاية تترح لأنه شكري بالعيد تترق لكل مواضيع معا أنه تكون فما زعامات أخرى هذا طبيعي ولكن في كل حكاية يترح موضوع شكري بالعيد قبل الناس الكل ومعارف الحقيقة قبل الناس الكل وما تسيرش للقاءات ولا التقاءات ولا حديث في أي شيء بدون الدفع الحقيقي نحو معرفة الحقيقة كانت تحكي على خذلين اليوم خذلين إيش نقولك فمش خذلين أنا مني معاملة على حد من نهر لول لأ أنت كنت من لول في تحركم بعضكم اليوم بعد خمسة سنوات ضب المنقسمين وقطيع شوف ما فمش خذلين بمعنى الخذلين على خطر جسما اليوم وقتلي أنا في دار المحامي فما الحزب عمل ندوة وهذا وهذا سدعوني وهذا جيد لا ما سدعونيش ما سدعوني أنا في قتلك أنا قتلك أنا في وفاق مانيش في وفاق مع الحزب ولا مع الجبهة ولكن في نفس الوقت أنا نعتبر أنه كل حد يخدم من جهته مانيش وحدي الحزب قاعد يخدم والجبهة قاعدة تخدم والناس قاعدة تطالب والمجتمع التونسي لكل قاعد يطالب أنه يعرض حقيقة تغتيال شكري بالعيد ويش أقولك حاجة أهم من هذير كل الواقع الواقع السياسي التونسي الكل قاعد يؤدي لحقيقة واحدة أنه بدون معرفة حقيقة تغتيال شكري بالعيد بدون محاسبة اللي قاموا بالتدبير العملية هذية وبتنفيذها وبتغتيتها معناها سياسيا وبالمال وتغتيتها إلى حد اللحظة إذا ما نعرفوها مش وإذا ما يتعاقبوش رأوا للاقتصاد للعملة الأجنبية حتى سياسي حتى شيء خلافك سياسي حتى شيء ما هو بش يمشي إذا ما تحاسبوش نجدوك سؤالي الأخير لأنه الوقت يزربنا خلافك السياسي هل بش يهزك إلى معناها جهة سياسية أخرى هل ترتحق بالعيد اليوم لمؤدرة عبيد البريك اسمعني اسمع سؤالي بسيرش لم نحبش نعمل لمؤدرة عبيد البريك لأنه خوه اليوم الشهيد موجود في هذه المبادرة أي من حقه بينصير بش يختار أي مبادرة وعبيد البريك مش بعيدة العائلة السياسية اللي أنا معناها مقتنعة العائلة اليوم التحتط طرحه جيد وطرحه معقول لكن أنا شخصيا ما عاش نحب المارسة السياسة أنا نعتبر أنا من ناس اللي قد يكون معناها ما نعرفش عبد نجيدي مثل العائلة لما تحق سأل فيك لا لا أنا نعتبر اللي السياسة أخلاق شكرا لك بسما بالعيد أرملت الشهيد شكري بالعيد بش نحكيه بعد شوية على هيئة النفاذ المعلومة هيئة مهمة اليوم شنو مهمتها التوانسة كيفاش نجموا يتعاملوا معها وشنو كيفاش نجموا يستنفعوا بهذا القانون بش نحكيه فيه بعد شوية مع عماد الحسجي شكرا بسما مرة أخرى راجعين بعد شوية